السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم بهذا الدرس لح ناخذ جزءاً أساسية الأول كيفية نربط CSS بالHTML والثاني المثال عن block level element والinline level element أول شي حتى شنو هو CSS CSS يستخدم حتى ننطي شكل للHTML الHTML بشكل عام حنستخدمها حتى نضع المحتوى للوب بيج شكل الوب بيج حنسوي بالCSS طبعاً CSS هي styling sheet أو style sheet language الآن حتى نربط أول طريقة إذا كان عندنا فايل خارجي واضعين بي كود CSS حنحتاج نستخدم link tag هذا link tag مثل ما إذا تلاحظ الآن يوضع بالhead لاحظ أنه هنا داخل head نأكد أن المعلومات الموجودة داخل head بشكل عام هي معلومات عن هذا الدوكمنت ما تظهر بالوب بيج ملتنا بس عنها وداخل body element المعلومات اللي تظهر فهذي link هنا ما رح يظهر بس وظيفته يربط هذي الدوكمنت بالCSS لاحظ لازم تكتب طبعا link reth تكتب أيضا هذا sorry row يساوينا style sheet type text forward slash css هنا نعدك الhreth لازم تضع اسم الفايل أو الرابط للفايل على سبيل المثال عدنا مثالين main.css هاي الطريقة الأولى حتى نربط html document بcss style sheet أوكي الطريقة الثانية انه انت ما تستخدم هذا الرابط خلين نسوي لك command علامة أكبر من علامة تعجب مرتين سلاش بعدين نطلق مرتين سلاش علامة أصغر من الطريقة الثانية أيضا ضمن الhead تستخدم taglist style taglist style هاي الشكل داخل هذا taglist style تضع code css هاي الطريقة الثانية الطريقة الثالثة حنشوفها حتكون ضمن ال html element فإذا استخدمنا على سبيل المثال الآن فال blocklevel element اللي هو div هذا blocklevel html element حتى نضيف لcss يعني حتى نأثر على شكل هذا blocklevel element حستخدم attribute هنا attribute هي style style هنا نكتب الكود للريدة ما css أول شي خلينا ضعفة محتوى محتوى داخل هذا blocklevel element حتى نشوف شنو أيضا نقصد بالblocklevel element فحستخدم عن سبيل المثال p وهي أيضا blocklevel element وأكتب مثلا this is this is the first element ok حنكرر راه هذا اللي p اللي درمجنا الرأخ هنا هنا this is second خلنكتب الثاني second level element حاكمل لاحق حقول this element contains شنو inline level level element وإن هذا inline level element حستخدم نوع ثاني اسمه span الشكل أغلق هنا span هذا لازم نسوي ال forward slash حتى نكون أغلاق الآن إذا سيفت وفتحت هذا HTML element حتى نشوف لاحظ إنه هذا element الأول لاحظ بسطر واحد الألمنت الثاني أيضا بسطر واحد أنا كتبت هذا element خطأ بس مو مشكلة زيان هسه هنجي نشوف أول شي شنو تأثير CSS وأيضا هتوضح لنا شنو الفرق ما بين إنه 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 هكتب مالتي الكود لأثير على بلوك لذلك ألمنت هقول color على سبيل المثال color blue أسوي إلى save أرجع إلى multi HTML لاحظ إنه elements بداخلة تأثرا كلهم إذا ردد أنطي الصفحة ثانية حتى نكون الفكرة أضح background أنطي background ground color أكتب مثلا in yellow save أرجع إلى multi لاحظ هذا أنا إنما نطيت التأثير الآن نطيت إلى div وقلنا هذا div هو block level element يعني يأخذ العرض كامل لاحظ الباقي ground لما نطيت إمطاني إلى كل هذا element الآن لو طبقت تفس هذه الصفات بس على ال inline level element بس طبعا بالمناسبة هنا عندك هذا space ما نسوي ما يأثر ال white space بال html ما يأثر إذا كان أفقي أو عمودي نبدل مثلا هذا نكتب خلنا نسوي العكس ما لتلك رأ خلنا نسوي yellow هذا نسوي blue لاحظ نسيف حتى نشو شنو التأثير لاحظ انتبه لما نحسوي refresh لاحظ هذا التأثير ما أخذ العروف كامل وإنما فقط على قد ال element نلاحظ عندنا الكلار تغيرت وأيضا ال background تأثر بس ما امتد على العروف كامل هذا هو الفرق هذا هو شو نربط css بال html وأيضا شي عن css نتوقف ونكمل الدرس قادم مع س